قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار انه حان وقت العمل للقضاء على فيروس الالتهاب الكبد الوبائي سي حول العالم بحلول عام 2030 مستشهدا بالتجربة المصرية في مصاري قضاء على فيروس سي جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته بندوة منظمة الصحة العالمية عبر الانترنت بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبد بحضور الموديل العام لمنظمة الصحة العالمية ديروس أدنهوم وأكد الوزير في كلمته على النجاح الذي حققته مصر في الانتقال من كونها واحدة من أعلى معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبد الوبائي حول العالم إلى واحدة من أدنى المعدلات وذلك من خلال خفض معدل انتشار فيروس سي من 10% إلى 38% بالمئة